بسعر الخير ازايكم? انا النهاردة قلت لكم ان انا هعمل تاست على المايك البويا الام ام وان اللي هو في دي بقى. المايك ده سعره مش غالي. يعني هو سعره حوالي ربعمين جنيه. وانا مش جاي اتكلم بقى في الانبوكسنج وانه عامل ازاي وان الكواليتي الصناعة وانه وانه وانه. انا هتكلم من ان احنا في الميديا ما بنصورش ابدا بالحاجات دي. لان بالنسبة لنا دي حاجات ضعيفة مش حاجات قوية. فعشان نصور بيها ده شيء مكلف يعني شيء صعب جدا. ومش حاجة يعني هتطلع كواليتي صوت عالي. لكن انا بتكلم من ناحية ان هو سعره ربعمائة جنيه. بس بيطلع كواليتي ممتازة جدا. طيب انا استخدمت كام مايك من بويا. استخدمت كزا نوع مايك من ماركت بويا وكلهم بو منطقة الصراحة هايلين جدا. لكن النهاردة الريفيو العملي او الخلاصة اللي انا عايز اقولها لكم من المايك البويا ده نعرف الاول بيجي مع ايه وبيركب على الكاميرا ازاي? وهو كواليتي بتاعته عاملة ازاي? والفعلا مفيد ولا مش مفيد? ولو مفيد هينفعك ازاي? لانه خلي بالك تنفع طبعا توصله على الكاميرا وينفع توصله على الموبايل. بس التست اللي انا عامله النهاردة من على الموبايل. بس قبل ما نستخدمه في شوية تفاصيل كده هنتكلم فيها نشرح بيجي مع ايه وينفع تستخدمه ازاي? هو ده المايك بويا ام ام وان هو فعليا اه زي ما احنا شايفين كده انا شايف ان الصناعة بتاعته ممتازة شايف انه عملي طبعا الشيلد اللي عليه ده له علاقة بالصوت عشان يقلل بس مشكلة الهوى او لو فيه اتفاع في الهوى اه سوري لو يقلل بس مشكلة الهوى او كزا طبعا ده السوكت اللي بيركب من الكابلات بتاعت الصوت اللي بتيجي معاه فعليا. تعالوا نشوف بقى بقية الحاجات بتيجي معاه ازاي? دي كده اول حاجة هنشوفها معه المايك. ده كافر بيجي لطيف جدا علشان تقدر تحفز على المايك وبتحط فيه المايك وكل الحاجات اللي بتيجي معاه. تعالوا نشوف ايه تاني بيجي معاه المايك. ده الكابلين الكابل الاولين ده عشان يركب على الكاميرا. من المايك للكاميرا. الكابل التاني ده بيركب للموبايل للسمارت فون وهو ما فيهوش اي يعني ما ينفعش تكون بتتلخبط فيه لانه هتلاقي سمارت فون وعلمت يعني رسمة التليفون فعلشان تتلخبط فيهم يبقى انت عندك مشكلة. يعني هيو موضوع بسيط جدا وسهل جدا ما فيهوش اي حاجة صعبة. دي بقى قطعة مهمة جدا لو انت تستخدم المايك على موبايل ايفون لان المشكلة الحقيقية فيهم بقى. المشكلة الحقيقية ان الايفون من اول السبن وهو ده السوكت اللي موجود فانت الموبايل الكاميرا المايك سوري مش هيركب جير من كلال القطعة دي. القطعة دي يفضل تجيبها كويسة تجيبها اصلي عشان خاطر لو دي مش كويسة الصوت مش هطلع كويسة. فنصيحة دي لازم تجيب نسخة محترمة او صنوع محترمة منها. طيب معلش هي الشمس عالية شوية بس من ضمن الحاجات برضو مهمة عشان تاركس تخدم المايك ده انا اشتريت الترايبوت ده او الترايبوت ده لانه صغير وفي نفس الوقت هو الجرالة ده اللي هو تقدر تثبته على اي حاجة واهم حاجة بقى في القصة كلها القطعة دي. القطعة دي لازم يكون شايفين ده لازم يكون دي موجودة علشان خاطر تعرف توصل المايك فيها. ثواني هجيب لكم المايك ووصلوا هنا ونعمل السيتاب كامل بتاع الموبايل ونعمل بقى التست بالموبايل ويبقى التصوير كل اللي جاي ده عن طريق الموبايل. طب عليش بقى الكاميرا واضية شوية بس عشان نعرف نوصل الحاجات وانتو تشوفوها. دي القطعة اللي قلتلكوا عليها مهم نجيبها اللي هي هيركب فيها المايك وقادي ايه وصلنا المايك وبتلف فادي كده ده خلص تماما. طبعا ده الكابل اللي قلنا ده بتاع بتاع انك هتوصل على موبايل مش على كاميرا مش على فادي كده اكد انه دخل جوه كويس مزجوط ونيجي عند المرحلة تانية نحن هنجيب الموبايل ونركبه هنا في المكان ده مع التأكيد على نقطة انا هصور بالكاميرا الامامية لكن مش هو ده الاساس بتاعي بحب اصور بالكاميرا الخلفية عشان طيب ده كده كامل يعني خلاص ركبت كل حاجة ايه كل حاجة تماما ركبة باكد تاني انا هنا اضطر اعمل التست بالكاميرا الامامية اللي ما بحبش اصور بيها ولكن هي علشان انا تست الصوت اكتر من اه يعني اكتر من صورة مايك ركب سابت اهو فوق كل حاجة ركبة ايه تمام ونبدأ بقى نشوف دلوقتي تست كامل متصور من الموبايل يلا بينا مساء الخير عليكم ده تست بالموبايل بالمايك اه طبعا كنت بصور بالجو برو فلكن دلوقتي الصوت كله طالع من الموبايل اه من المايك ركب على الموبايل وده تست صوت طبعا انا في الشارع فحوالي عربيات وشارع زي ما احنا شايفين كده الناحية التانية العربيات رايحة وجاية ودي عربية عربية لسه معدية فالصوت عالي تعالى نعمل دلوقتي نفس التست ده بالزبط ولكن بالمايك بتاع الموبايل يعني هفصل خالص المايك ده واجرب مايك الموبايل ونشوف الموضوع يبقى شكله عامل ازاي طيب انا دلوقتي فصلت المايك يعني الكاب اهو مفصول مفيش مايك انا دلوقتي هعمل التست من غير المايك خالص يعني تست بالموبايل على طول تعالوا نشوف ده دلوقتي في نفس الاجواء من غير المايك يعني بصور بمايك الموبايل وطبعا يعني معرفش فرق الصوت عامل ازاي هنسمعه مع بعض ونشوفه في المونتاج وفيه شوية كلام احب اقول هلكم لكن لما نسمع فرق الصوت الاول وكده عشان حروف كم حاجة مهمة جدا جدا. طبعا شوفنا التست من شوية اللي من غير المايك والتيست اللي بمايك. بس اللي انا هعمله دلوقتي ان انا هكمل تصوير بقية البلوك ده كله من الموبايل من على الموبايل نفسه بالصوت بتاع المايك. واخلص لان في شوية حاجات مهمة جدا اللي على الارض الواقع محتاج بقى اقولها لكم تشوفوها او تسمعوها مهمة. دلوقتي التصوير كله بيتم من كلال الموبايل ومن كلال المايك البويل. بس ده خلينا اقول بقى كلمتين عمليين شوية. يمكن يكونوا اهم كلمتين عايز اقولهم لكم مهمين جدا. طبعا انا ماشي عكس الشمس وده غلط بس انا فعلا مش قادر اقف الشمس. وعايز اكمل معاكم كلام او موضوع مهم جدا. ايه اللي انا عايز اتكلم فيه بقى? المايك بربعمائة جنيه. اي حاجة هتطلع منه كصوت قويس مقبول يمتعني في الشجل انا شايف انها نتيجة هايلة جدا. نرجع تاني للشمس. ولكن احنا في شجلنا في الميديا بنشتغل بقى موادات اغلى حبتين تلاتة عشرة من الارقام دي. المايك ممكن يبدأ من اتناشر الف جنيه لاربعة عشرين الف جنيه لكتر بكتير جدا. فرق الصناعة فرق كواليتي الصوت فرق حاجات كتير جدا بيتخليوك توصل لمرحلة ان اكيد ده مش زايدة. يعني اكيد مايك بربعمائة جنيه مش زي مايك بربعمائة عشرين الف جنيه. ولكن انت مطلوب منك ايه? يعني سيبك بقى من والعلبة بيجي معاها ايه? سيبك من كل الكلام ده كله. خلينا عمليين. انت راجل محتاج تصور في الشارع بس صوتك يبقى مقبول وصوتك يبقى مسموع. لان انا مهمة بالنسبالي جدا انا بقى سمعك. وبقى سمعك بتقول ايه? وبتكلمني في ايه? في ايه قيمة انت بتعمل الكلام ده كله او تصور او انا مستمعك كويس فامش هكمل معاك الفيديو. فلو انا عندي حل من الحلول عشان خاطر ما تكسلش وتنزل تنتج محتوى هتزيق على الاونلاين. يبقى المايك ده بالنسبالك حاجة عملية جدا ومفيدة جدا. ولكن لو انت بتدور على الحاجة اللي هو يعني فضيئ داخل بيه حاجة كبيرة يبقى اكيد فيه احسن من كده. طيب السؤال بقى تاني مهم. هل المايك الضخم اللي هو السنهايزر او غيره اللي بينجيبه وغالي جدا. اللي بينجيبه على نفس الشجم. هل ما بيحتاجش تعديل للصوت? لا بيحتاج تعديل للصوت. النقطة المهمة بس. بنخلص تصويره بندخله مكساجة. عشان يتضبط الصوت. فزا كنت هتاخد الصوت ده وتعدله وتشيل منه الديستورشن وتشيل منه الهوى وتقلل. فهو نفس اللي بيحصل على فكرة. احنا بنطلع بمايكات محترفة ومعنا معنصين صوت تقل جدا. ومع ذلك بنضطر نعدل صوت احيانا وبنضطر ان احنا نشيل هوا وحاجات. ان شاء الله تكون التجربة دي مفيدة لكم. وان شاء الله يكون المايك ده عملي بالنسبة لكم. بشكركم جدا. واللي عجبوا الفيديو هيعمل شير. واللي عايز اشتري المايك ده. دي التجربة هي قدامكم. جربوها. ودي تجربة على موبايل ايفون. آآ اكس اس ماكس. آآ بالكاميرا الامامية. طبعا مش احلى حاجة بس انا بحب يعني عملت تستاشنسو. شكرا. باي باي. واتجار للفيديو ايه.